الزيارة التي قامت بها أو قام بها إلى بلادنا وإلى مدينتي العيون والداخل على وجه الخصوص وفي الرفيع المستوى يقوده وزير المساعد وزير الخارجية في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يمكن وصفها إلا بالتاريخية خاصة بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية الرسمي بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه وهذا يمكن أن نستشف منه رسالة واضحة للمنتظم الدولي بأن الولايات المتحدة التي المستقلة في قرارتها تؤكد أن السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه شيء بالنسبة لها لم يعد مثار نقاش وبالتالي فهذه الزيارة تتبت جدية الطرح الأمريكي وأنه سائر في اتجاه تكريسه وتجسيده على أرض الواقع المغرب بلد بلد يضمن قادر عنده الإمكانيات لكي يضمن الاستقرار في المنطقة ولكي يساهم بشكل فعال في ازدهار المنطقة وإفريقيا على العموم ترجمة نانسي قنقر